هذا البرنامج برعاية لما الحرب يعرف بس من وجهة نظر رجل معناتها السلام يعرف بس من وجهة نظر رجل ولي هو اذا الحرب قتل السلام عدم القتل النساء يعرفون السلام مش بس وقف القتال يعرفون السلام بتحسين الحياة لكن دار مل أسأل للنساء شنو تعريفكم للسلام وينما أروح وينما دول أروح لها وحنا سألت مارا سوداني قلتها شنو تعريفك للسلام؟ قلت لما بدت الحرب بدنا بدنا نمشي من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان لأنه دي نهرب من الهجومات الجبهة كانت تتغير بالنسبة لهم فقلت قالت 25 سنة إحنا نمشي وبهالمشي تقول نبقى بأي مكان ليلة ليلتين ثلاث ليالي ونمشي وراها نمشي 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 بس قلت هالسنين أضافر رجلية كلها راحت كانت السلام بالنسبة لي لما اجي السلام أنه أقعد نفس البيت لفترة للأبد ولما انقعد نفس البيت أضافر رجلي نمت مرة ثانية يعني أنا أصر أعطفي لما أذكر هالقصة لأنه السلام تعريفة شي بسيط وزبط الأشياء الكبيرة حربوا قتل الأشياء السلام بالنسبة لي تعريف أنه الأضافر تنمو مرة ثانية الحياة تنمو مرة ثانية بالعراق أنا ننكسر قلبي وينكسر قلبي كل يوم لما نسمع أخبار العراق وكيف الزرق بالعراق راح وهل لما ننتج أي أكل أي خضروات أو فواكه من العراق كل هذه الاستيرات فالسلام هو لما نزرع ينمي لما الأضافر تنمي لما الحياة تبدي ترجع الناس يزورون بعض والناس يحجون بعض والحياة تبدي تتطور السلام بالنسبة لي لازم يضمن وجه نظر المرأة